وانسب إلى ذاته ما شد من شرف وانسب إلى قدره ما شد من عظام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي متع القلوب بذكر حبيبه المحبوب ونسأله سبحانه وتعالى كما كرمنا وشرفنا بسماع أخباره أن يقرمنا باتباع آثاره وشهود أنواره ومطالعة أسراره حتى نجتمع به في أعلى مراتب القرب من حضرته سبحانه وتعالى في علاه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يعرفه بحبيبه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يرفعنا وإياكم في أعلى مراتب هذه المعرفة فإن أهل العلم قالوا معرفة الرسول من معرفة المرسل تعظيم الرسول من تعظيم المرسل والمرسل هو الإله العظيم الجليل الكبير تعالى في علاه الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والرسول هو حبيب هذا المرسل والرسول هو صاحب الرحمة والرسول هو الذي تفضل الله عليه بالفضل العظيم والذي خلقه بالخلق العظيم والذي كمله في كل أحواله وأحيانه درسنا اليوم في افتتاح هذا الكتاب الشمائل المحمدية وقد استخرت كثيرا في عدد من الكتب وجدت من الكتب للمتأخرين من العلماء ما فيه زيادة تفصيل أو حسن تبويب ولكن وجدت أن الرجوع إلى الأصول والكتب المعتبرة للمتقدمين فيها البركة فيها الخير وفيها الصلاح فيها الهدى وكذلك إن شاء الله تعالى أتمم ما لم يذكره الإمام هنا من خلال الشرح والبيان إن شاء الله تعالى فائدة علم الشمائل أولا فائدة دراسة علم الشمائل أنه أولا تعرف على من أمرنا بالاقتداء به فالله تعالى أمرنا أن نقتدي بهذا النبي وأن نهتدي بهديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولا يمكننا أن نقتدي ونهتدي به عليه الصلاة والسلام ما لم نعرف تفاصيل شؤونه وأخباره كذلك من الفوائد أن المعرفة تثمر المحبة فمن عرف هذا الحبيب عرف فضله وعرف جماله وعرف إفضاله فإنه لا شك أنه يتملى من حبه ومن لم يعرفه فلا يدرك هذه المحبة لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وجبلت على حب الجمال وجبلت على حب الإفضال فلذلك كلما عرفنا كمالات وجمالات هذا النبي عليه الصلاة والسلام كلما ازددنا من محبته والتعلق به بل الولع به والشوق التام لحضرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من فوائد معرفة علم الشمائل أن يطوي للمؤمن المسافة في المجالسة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا سر لطيف نحن نعلم أن المرأة من جليسه وأن الإنسان يقتبس من طبع جليسه فلو جلس شخص مع أناس بخلاء زمنا طويلا فإنه يبخل وإن جالس شجعان فإنه يتشجع وإن جالس أرقا فإنه يرق ولذلك ينظر الإنسان من يجالس وقراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تفتح بابا من المجالسة والمجانسة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيمكننا من استحباره واستشعاره وتخيله وتمثله ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان لا يتمثل به ولا يتزيى ولا يتشبه بشخصه ولا يخطر لقلب العبد أصلا خاطر أن هذا الذي يتخيله أو الذي رآه في منامه رسول الله هذه خطوط حمراء وحدود حدها الله الشيطان لا يستطيع أن يتجاوزها ولهذا أهل التزكية والتربية ربوا مريديهم وسالكي طريق الله سبحانه وتعالى على ما سموه بالرابطة وهو الصلة الروحية بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يتمثل المسلم عندما يصلي أنه يصلي مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهناك معنى من الاقتداء بأننا نعرف كيفية الصلاة التي بلغتنا عنه فنحن نتشبه بكيفية صلاته ولكن هناك مجال أوسع ومقام أرفع وهو استشعار حقيقة أنه إمامنا في حضرة الله ومقدمنا في صلتنا بربنا سبحانه وتعالى في علاه وهذا مجال ذوقي رفيع أسأل الله أن يفتح لي ولكم بابا من إدراكه نستمر في الصعود في سلمه حتى نبلغ ذروته مع المقربين والمحبوبين إن شاء الله تعالى ومن فوائد دراسة علم الشمائل التلدد فإن المحب يتلدد بذكر حبيبه وأخبار حبيبه ومن فوائد علم الشمائل وكثرة الاستماع والتأمل والتدبر فيه أنه يفتح باب الرؤية ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأمر هي بل نعمة ربانية عظيمة وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كما في البخاري أن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ورؤيته صلى الله عليه وسلم تحفة إلهية للعبد في هذه الدنيا ومزية للمؤمن إذا أكرم بهذه النعمة العظيمة أن يرى وجه حبيبه صلى الله عليه وسلم فمعرفته وتخيله واستحضار شخصه وتمثله أمامي يفتح لي باب اتصال يهيئني مع المحبة أن أكرم برؤيته صلى الله عليه وسلم من فوائد معرفة الشمائل أننا كذلك نتمثل القضايا والأحوال والمواقف عندما تسمع أنه لما اجتمع عليه الأعراب وأرادوا منه شيئا من العطايا وجذب أحد الأعراب رداءه حتى حمرت رقبته فتبسم صلى الله عليه وسلم فعندما نكون نعرف صفة رقبته أنها بيضاء ناصعة كأنها إبريق فضة ونعرف أنه صلى الله عليه وسلم كيف كانت ابتسامته وكيف كان ثغره وفمه الشريف وكيف كانت استدارة وجهه واستنارته عليه الصلاة والسلام فإنك عندما تسمع القصة ستتمكن من تمثلها وإدراكها أكثر وهذا يزيد في معرفة المواقف وبقاءها في أذهاننا إن شاء الله تعالى وهناك فوائد كثيرة لدراسة علم الشمائل كذلك يقول بعض الجفاه هذه المسألة أشرت إليها في الدرس الماضي بعض الجفاه الذين لم يدركوا المحبة وهذا المرض القلبي الخطير في موت القلب بحيث أنه لا يعرف الحب فتجد الإنسان لا يعرف حتى أن يحب أباه ولا أمه ولا يعرف أن يحب زوجته ولا يعرف أن يحب أولاده ما يعرف الحب قلبه ميت جاف عنده مشكلة عظيمة يحتاج إلى مطر رحمة من الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع ابن حابس لما رأى النبي يقبل فقال لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال له صلى الله عليه وسلم ما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك هذه رحمة هذه مودة هذه محبة فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم شأن عظيم بل هي وطاء الإيمان الذي يثبت به إيمان كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى فلا يرسخ الإيمان إلا بهذه المحبة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فكل محب يحب أن يعرف حبيبه ونحن نحب أن نعرف أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سمعت مرة شيخي شيخنا الحبيب أحمد مشهور الحداد رحمه الله تعالى مرة يعاتب أحد الشباب وقد أوصاه أن يقرأ كتابا من كتب سيرة النبوية ثم سأله هل قرأت كما وصيتك فقال أن شغلت فعاتبه عتابا شديدا فقال له كيف تسمي نفسك مسلم ويمر عليك يوم أو يمر عليك ثلاث أيام ما عرفت من أخبار حبيبك صلى الله عليه وسلم شيء كيف تسمي نفسك مسلم فقرأ هذا الكلام عقلي وقلبي في تلك اللحظة مع الصغر السن وشدة عتابي هذا الحبيب وكأن هذه جريمة كبيرة ارتكبها هذا الشاب وهي حقيقة هي بعد وغفلة وجفاء عفان الله تعالى من ظلمته فبعض الناس يقول هذا بسبب الجفاء يقول هذه الكلمة ماذا أستفيد عندما أعرف أوصاف جسده صلى الله عليه وسلم أعرف أن وجهه كان فيه استدارة أنه كان أقنى العرنين أما أعرف صفة خده أو شفتيه أو أعرف طوله وقسماته ماذا أستفيد أنا أريد صلي وأصوم أدخل الجنة فهذه مشكلة عظيمة أولا نقول أن الفائدة الأولى الواضحة الجلية أن هذه المعرفة هي علامة الحب علامة المحبة أنك تحب أن تعرف حبيبك هذه علامة أليست العلامة والدليل هذا أمر مهم في حياة الإنسان أن يعرف أنه محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا ثم أننا نجيد بتصفحنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر لنا الأنبياء ويخبرنا عنهم بل يصفهم لنا فأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن لقائه بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج بل أخبرنا عن أنه زار سيدنا موسى عليه السلام في قبره وأخبرنا عندما كان في طريق الحج أنه مر بالروحاء سبعون نبيا يأمون البيت الحرام ولما مر بأرض هرشة قال كأني بيونس بن متى وهو يأم البيت الحرام ولما وصل إلى أرض عصفان قريب من جدة هنا قال كأني بيهود وصالح على بكرين أحمرين يأمون البيت الحرام خطامهما من الليف وصف حتى الجبل الذي ركبوه والنوع الليف الحبال التي مصنوعة من الليف التي يحملوها ووصف لنا كما في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن وصف لنا الأنبياء فقال رأيت ليلة الإسراء والمعراج موسى عليه السلام ورأيته رجل آدم يعني فيه سمرة طويل طوال جعد شعره فيه تجعد أي تمايل كأنه من رجال شنوعة رجال شنوعة الذي هم أهل جنوب الجزيرة العربية من بعد الطائفة هذا يسمونها مثل بلاد غامد وزهران ونواحيها هؤلاء أزدوا شنوعة ففي هيئتهم وفي سنحتهم سمرة خفيفة وفي أنوفهم إحديداب وهكذا فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ إذا كان ليس هناك فائدة فكأننا نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كلاما لا فائدة منه وهذا والعياذ بالله تعالى ردة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا أمر هائل عظيم أن يتصور أحد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام عبث بكلام فارغ بكلام لا يترتب عليه منفعة فهكذا وصف لنا سيدنا موسى وصف لنا سيدنا عيسى عليه السلام فقال ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق أحمر أو أبيض وصبت الشعري هكذا وصفه لنا حتى شعروا أنه ناعم ووصف لنا سيدنا إبراهيم قال ورأيت إبراهيم فأشبه الخلق به صاحبكم أي أنه كان بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شبه في الخلق فوصفه لهؤلاء الكرام أولي العزم من الرسل يعني أنه يريد أن يعرفنا بهم كذلك ذكر أهل العلم أنه له فائدة عظيمة جدا أن عبد عندما يدخل في قبره يأتيه الملكان فيسأله من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بُعت فيكم؟ قال فيشيرون إلى صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن كان يعرفه سيقول هذا نبي رسول محمد عليه الصلاة والسلام وهذه فوائد كثيرة لدراسة علم الشمائل أما بالنسبة لكتاب الإمام الترمذي فالإمام الترمذي هو أحد حفاظ الحديث وإمة الحديث الكبار العظماء وهو من تلاميذ الإمام البخاري وأخذ عن قتيبة بن سعيد وعن كبار المحدثين في زمانه وطاف الدنيا فجاء للحرمين والعراق والشام وذهب طاف الدنيا ليروي الحديث وليسمع الحديث حتى حرر كتبه التي جعل الله فيها القبول وأشهرها هو كتابه الجامع الكبير أو الجامع الترمذي أو الذي اشتهر بسنن الترمذي وهو أحد الكتب الستة التي هي عدة الرواية عند أهل السنة والجماعة وعمدة الرواية عند أهل السنة والجماعة وهو الذي اشتهر بالسنن الترمذي وكتابه كذلك الشمائل المحمدية الذي لاق القبول وهذا القبول علامة من علامات المحبوبية عند الله لأن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحبه ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض فهذا القبول علامة المحبة عند الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب الشمائل المحمدية شرحه كثير من العلماء لا يعدون ولا يحصون وما من مدرسة إسلامية في شرق الأرض وغربها إلا ويدرس فيها كتاب الشمائل المحمدية كلبنة أساسية في هذا العلم الشمائل ثم تبعه بعد ذلك كثير من العلماء كمثل الإمام البغوي محي السنة له كتاب عظيم في الشمائل والإمام السيوطي وزاد المعادل بن القيم كتاب عظيم وكذلك بعض الكتب المتقدمة وبعض الكتب المتأخرة مثل الشفاء للقاضي عياض عرج على قضية الشمائل وكل كتب السيرة الواسعة الموسعة أفردت أبواب وأفردت كتب طويلة لشمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلم الشمائل يتوجه لدراسة ذات النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم ويدور حول أقسام فهو يدور حول قسمين أساسيين الخلق والخلق أي صفاته الخلقية الجسدية وصفاته الخلقية أخلاقه الكريم التي حلاه الله تعالى بها وهو صلى الله عليه وسلم سيد أهل الكمال في خلقه وفي خلقه وسندور حول كثير من اللطائف المباركة في هذا الموضوع في تفاصيل شمائل صلى الله عليه وسلم لكن هناك تفريعات أخرى ملحقة فالشمائل تدور حول هذه الأقسام قسم الأول صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم الثاني في ملابسه ثوبه وعمامته وردائه وسراويله وأنواع هذه الثياب وأطوالها وألوانها الثالث حول زينته صلى الله عليه وسلم تطيبه اكتحاله احتجامه غير ذلك من الأمور المتعلقة بترجيله بالدهانه وأبواب أخرى وهناك كذلك ما يتعلق بسلاحه رمحه وسيفه ويلحق بذلك أفراسه وخيوله عليه الصلاة والسلام وإن كان بعضهم أفرد ملحقات ممتلكاته صلى الله عليه وسلم من سلاح ودواب وغير ذلك بفصل أو بباب مستقل أو بتأليف مستقل كذلك قسم طعامه وشرابه وأكله وشربه وطريقة عيشه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكذلك قسم في أخلاقه كرمه حلمه رحمته إلى غير ذلك وقسم في معاملاته وهو باب واسع كيف تعامل مع زوجاته كيف معاملته مع النساء كيف معاملته مع الأطفال مع العبيد والخدم مع الأعداء مع الرجال مع الأعراب مع المحبين مع المبغضين مع المؤذين أنواع المعاملات التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كل هذه مدرسة الحياة كلها ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يدمنون مطالعة الهجي النبوي يدمنون ذلك إدمانا يعني أنهم لا يفوتهم يوم كان يقال أن سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه شيخ الإسلام كان كلما انتهت القراءة في مجلسه من كتاب زاد المعاد يعيده فيقتتحه مرة أخرى وإن كان سلفنا لهم بعض ملاحظات يقولون أن كتاب زاد المعاد كتاب مبارك وهو طريد من نوعه في هذا الباب في تتبع الهدي النبوي لو لا أن فيه ما يميل به ابن القيم إلى بعض آراء شيخه ابن تيمية الذي خالف فيها إجماع الأمة الإسلامية وتطرف فيها إلى بدع لم يقل بها أحد من أهل العلم وأهل السنة من قبله ولا من بعده فمع ذلك كان من الحكمة والعقل أنهم أخذوا الشيء الجيد وكل هذه الملاحظات تركوها والكمال ليس إلا للمبعوث صاحب العصمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكن هذا الكتاب من الكتب الجيدة التي لقت القبول وحصل بها الانتفاع العظيم هذا باختصار تعريف بعلم الشمائل وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن هذه الكتب الرواية يكون فيها بركة عظيمة عندما تأخذ بالسند المتصل فإن شاء الله تعالى يكون مجلسنا كذلك متصل السند برجال الرواية إلى عند الإمام الترمدي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخبرونا عن هذه الشمائل فأسرد لكم هذا السند افتتاحاً للكتاب فهناك إجازات كثيرة والحمد لله وكثير من مشائخنا أجازونا إجازة عامة في كتب الحديث ومنها كتاب الشمائل كما أجازنا شيخنا الحبيب عبدالقادر السقاف الحبيب أحمد الشهور وأجازنا كذلك في أسانيده شيخنا السيد محمد بن علوي المالكي وغيره ولكن سماع الكتاب هذا كاملاً أو قراءته كاملاً قراءته منه أجزاء على علماء مختلفين ولكن كاملاً على شيخنا وأخينا في الله السيد الشيخ سامة منسي حفيظه الله تعالى متعه بالصحة والعافية وهذه إجازته فأنقل لكم السند حتى نبدأ كتابنا إن شاء الله تعالى فأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى الله وصحبه وسلم وبعده فأني قد قرأت هذا الكتاب وسمعته ورويته عن الشيخ سامة منسي وهو عن السيد محمد بن علوي المالكي عن والده السيد علوي بن عباس المالكي عن والده السيد عباس بن عبد العزيز المالكي عن مفتي المالكية الشيخ محمد عابد بن حسين المكي المالكي عن والده الشيخ حسين بن إبراهيم المالكي ومفتي الشافعية السيد أحمد زيني دحلان كلاهما عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياط الشافعي عن الشيخ محمد الأمير الكبير المالكي قال أخبرنا أبو الحسن السقاط قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا عبد الرؤوف المناوي قال أخبرنا أبو النصر محمد بن سيد الطبلاوي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو عمر عثمان التيني قال أخبرنا الحافظ أبو الفضل بن حجر عسقلاني قال أخبرنا أبو الحسن البالسي قال أخبر حدثتنا أم عبد الله زينب بنت الكمال بن عبد الرحيم المقدسي عن عجيبة بنت أبي بكر البغدادية عن أبي المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد عن أبي القاسم أحمد بن محمد البلخي قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه وأرضاه فإن شاء ونفتتح الكتاب بهذا السند المبارك وإن شاء الله في آخر الكتاب الذي يحضر معنا جميع هذه القراءة يكون حضر الكتاب كاملا ويأخذ كذلك الإجازة والسند إن شاء الله تعالى وكما قال ابن سيرين إن الإسناد من الدين هذا الإسناد من الدين فقال الأئمة أن من أخذ علما بسند أخذه ببركته وبنوره وسرى له ما فيه من خصوصيات ومن أخذه من الكتب أو من التلقي العام فينال البركة العامة ولكن عندما يأخذ بسند يأخذه ببركة أعلى وأعظم وأخص إن شاء الله تعالى فبهذا السند المتصل إلى الإمام الترمدي أقول بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمدي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمدي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أخبرنا هذه النسخة اللي فيها الشرح قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط وبعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء وحدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا بشى يتكفأ إن شاء الله نحن نمر على هذه الروايات وأشرح لكم غريبة ما فيها من الألفاظ وبيان ألفاظها ولكن بعد ذلك نأتي بالوصف كاملا إن شاء الله تعالى تأمن ونأخذ إن شاء الله تعالى تفاصيل تقاسيم وصفه عليه الصلاة والسلام فأما قوله في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل البائن يعني ما كان طوله طول زائد ولا بالقصير وكان ربعة أي بين الطول والقصير ولا بالأبيض الأمهق البياض الذي ليس يشوبه شيء أبدا مثل ما ترى صفحة الورق البيضاء هذا بياض أمهق يشبه المهق وهو ما يصيب من المرض الذي يجعل الجلد أبيض صافي تماما وهذا غير محبوب في وصف الناس والرجال خصوصا فليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم فما كان أسمر ولا كان أبيض أمهق كان أبيضا مشربا بحمره وقيل فيه بعض سمرة خفيفة ولا بالجعد القطط الجعد أي ما كان شعره صلى الله عليه وسلم متجعد فلفل كما هو حاله مثلا الأفارقة ولا بالصبط السبط والشعر الناعم المسدول الذي حتى عندما تزيحه يعود كمثل شعر منهم في شرق آسيا وكذا لا بل كان شعره جعدا صبطا أي أنه ناعم فيه تجاعد كما سيأتي وصفه بالتفصيل إن شاء الله بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة قال أنه بعثه الله على رأس أربعين سنة كما هم معلوم متفق عليه ومكث في مكة عشر وفي المدينة عشر وهذا طبعا على خلاف ما هو مشهور ومعروف متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاثة عشر سنة في مكة المكرمة وليس هذا بالخطأ من المحدث الصحابي لأن العربة من عادتها كانت أنها تقرب فما كان أقرب إلى العشرة تقول عشرة فإذا كان مثلا تسعة وعشرين يقولون ثلاثين فإذا كان أقرب يقول واحد وعشرين فيقولون عشرين فالنبي صلى الله عليه وسلم توفيه وعمره ثلاث وستين سنة وذلك بالاتفاق وبالإجماع فمعنى هذه الرواية هكذا أنه للتقريب وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء سنتحدث عن شيبه في باب خاص إن شاء الله تعالى وقال في الحديث الذي يليه ليس بالطوير ولا بالقصير حسن الجسم وكان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم أي أنه كان معتدل معتدل الجسم فكان طوله يناسب عرضه وكل تقاسيم وتقاطيع جسمه تتناسب تناسبا وتتكامل تكاملا تاما حسنا صحيحا وسيتبين ذلك وكان شعره ليس بجعد ولا صبت أسمر اللون معنى السمرة قلنا هذه هو أنه ليس بأمهق أي أن في بياضه قليل من اللون الذي يزيح عنه هذا المهق فكان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ سيأتي باب في مشيه صلى الله عليه وسلم كامل والتكفأ هو التمايون فقال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا الربع أو المربوع هو المتوسط في الطول ويميل قليلا إلى الطول مربوعا بعيد ما بين المنكبين يعني أنه كان عريض ما بين المنكبين فواسع الصدر عظيم الجمة إلى شحمة أذنه أي شعره عليه حلة حمراء هكذا لما رأاه وصفه عليه حلة الحلة هو الثوب المكون من قطعتين كمثل مثلا الثوب وجبة ويسمى هذا حلة عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه ما قال سيدنا حسان بن ثابت فلم تر مثلك قط عيني ولم تلد مثلك النساء كأنك قد قال خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللمة والشعر إذا طال فنزل على الرقبة فيسمى لمة فهذا كان في عيد أو في عيد أضحى أو في عيد فطر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس حلة حمراء قالوا هذه الحلة الحمراء لم تكن حمراء خالصة وإنما كانت مقلمة بالأحمر وقيل أنها كانت مقلمة بأحمر وأسود فسميت بالحمراء وكان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون شعره شديد السواد فنظر الصحابي فرأى هذا الجمال لمة سوداء في طلعة بيضاء في حلة حمراء مع نور رباني يغشاه فانبهت هذا الصحابي يتأمل في وجه النبي وفي جماله عليه الصلاة والسلام مع كمال المحبة والتعظيم فأخذ بألبابهم جماله عليه الصلاة والسلام يقول أحسن قال ما رأيت من ذي لمة حمراء من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب بين منكبه يعني ينزل إلى ما بين منكبه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعين قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فشثن الكفين والقدمين أي أنه كان كثير لحم الكفين والقدمين لم تكن نحيفة بل كانت فيها ممتلئة باللحم وذلك يتناسب مع الكمال الرحمة وبعضهم يخطئ في قولي أنه كان غليظ الكفين فالذي عبر بالغلظ أي أنها سميكة يعني ممتلئة أما ليست بغليظة أنها خشنة فيتصور بعضهم بالغلظ الخشونة ولا بل جاء في الروايات أن يده كانت أنعم من الحرير والديباج نعم ضخم الرأسي عظيم الرأسي ضخم الكراديس المفاصل من الركب والكتفين والميرفق وغيرها طويل المسربة المسربة هو الشعر الذي من بين الثديين ينزل إلى عند السرة إذا مشى مشى تكفأ تكفأ كان صلى الله عليه وسلم في مشيته كما سيفرد لذلك باب كان عندما يمشي يتكفأ أي في مشيه تمايل خفيف وكأنما ينحط من صبب أي أن في مشيته قوة وكأنما رجل ينزل من مرتفع فيضع قدمه وضعا كاملا عليه الصلاة والسلام لم أرى قبله ولا بعده مثله نقف عند هذا الحد من القراءة نكتفي بهذا في درس اليوم حتى لا نطيل عليكم ونكمل إن شاء الله قراءة هذا الباب في درسنا القادم وبعد تمام القراءة لباب خلقه صلى الله عليه وسلم فأنا أمر عليه سريعا مع بيان الألفاظ نعود فنرجع إلى الوصف بالتفصيل وصف شعره وجبينه حاجبيه وعينه وأنفه وفمه ورقبته وجسمه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك حركته ومشيه وغير ذلك إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يكرمنا وياكم برؤيته كما أكرمنا بسماع أخباره وإذا هناك أسئلة تفضلوا اكتبوها وإلا تكلموا بها في سؤال من الدرس الماضي سألت واحدة سؤال تسأل عن في قول على كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل كلمة الأبي لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عكس البيت وقال سيدنا أبو بكر الله أكبر صدق الله وما علمناه الشعر فتقول ما معنى ما فهمت هذا المعنى طبعا هي جاءت روايات كثيرة منها في هذا البيت ومنها أنه غير في قول القائل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود وبعضهم ذكرها أنها في روايات أخرى أما ما هو مقصود سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر كان يشهد الكمالات في النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا النبي الأمي الله سبحانه وتعالى سماه النبي الأمي الذي يأتيكم في التوراة والإنجيل هذا النبي الأمي الله تعالى سماه النبي الأمي وبعض الناس قال أن الأمية يهلم كيف واحد لا يعرف يقرأ ولا يكتب لكن الأمية فينا عيب وفيه كمال كيف أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بعلم الله أي أن الله سبحانه وتعالى لم يحوجه إلى وسائل العلم والمعرفة لأن الله تعالى قد جمع فيه كل العلوم والمعارف وجعل حاله هذا دليلا على صحة والصدق دعوته ورسالته فلو كان قارئا لقالوا أنه قرأ كتب الأخرى وبحث ودرس فجاء يتكلم بما درس لكن كانت أميته صلى الله عليه وسلم في حقه كمال وعلامة من علامات النبوة فكذلك الشعر أن العرب كانت تتبارى في الشعر وتتنافس فيه وهو ديوانهم والشعر هو محل لغتهم ومنافساتهم وكان للشعراء ارتفاع مقام في مجتمعاتهم وأثر كبير جدا والله سبحانه حفظ نبيه من أن يقول الشعر حتى لما تأتي البعثة والرسالة لا يقول الناس أنه شاعر كما قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون كيف كيف هو شاعر ما سمعت منه أصلا في حياته كلها مرة يقول الشعر مع شدة فصاحته وحسن بلاغته لكنه ما كان يقول الشعر بل ما كان يحسنه ولذلك حتى بعد بعتته هكذا لما يريد حتى أحيانا أن يستشهد ببيت ليس من شعر هو يبنيه بل حتى من شعر غيره كان يأتي بالمعنى وربما البيت جاء مقلوبا فيقول صلى الله عليه وسلم ويأتيك من لم تزود بالأخبار فضحك سيدنا أبو بكر وقال الله أكبر لأنه شهد أن هذا كمال وأن هذا حفظ من الله لنبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون شاعرا نعم والله أعلم في أي سؤال ثاني نعم أما أتاب شيخنا لهذا الشاب ليس لأنه لا يعرف السيرة أصلا بل لتقصيره في استمرار الإطلاع والتزود منها نعم هذا السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم أنسى الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عباده الصالحين ويفتح لنا وإياكم في معرفة حبيبه صلى الله عليه وسلم معرفة نعرفه بها ونستدل بها عليه في خير ورطف وعافية اللهم اجمعنا بحبيبك المصطفى جمعية تجمع قلوبنا عليك جمعية عبودية محظة وصدق إقبال وإخلاص وصدق معك برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانسب إلى ذاته ما شت من شرف وانسب إلى قدره ما شت من عظام اشتركوا في القناة